كو كو واو يا معلم واللي بتحمل عنوان زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت عنوان الحلقة بيوحيلي باننا بنتحرك بسرعة جيدة جدا وان لحظة الحسم اللي احنا ممكن نتقبل انها تتأخر شكلها هتقرب وبالفعل في الحلقة دي قطعنا فيها مسافة طويلة قوي رغم ان الحلقة دي ما بين التلاتة بتوعي الجزء التاني من الموسم الاخير في تقدير الشخصي تعتبر الاقل بسبب تخطي حاجز المبالغات اللي انا شخصيا متعود عليه داخل احداث الانيمي ده وبسبب تقديم تحول خطير مش مترسخ في كل ما سبق من احداث ده مش معناه بكل تأكيد ان الحلقة وحشة الحلقة حلوة وحتى النقطتين اللي عندي عليهم تحفظ كان ليهم بدائل سهلة اه ده ممكن يخليني ازعل اكتر بس في نفس الوقت ادرك انها حاجة مش فرقة كتير قوي النقطتين اللي قصدهم هنتطرق ليهم بالتفاصيل داخل عملية التفصيص ودي فكرتي عن اني ادي حتى التحفظات بتاعتي فرصة تانية يمكن لما شوفها اثناء المشاهدة التانية رأي يتغير او اكتشف جوانب لما كنت شايفها ودي ممكن تكون الميزة الرئيسية في طريقة التغطية بتاعتنا لاني فعلا بدخل بانطباع معين ومش بعيد ابدا الانطباع ده يختلف في النهاية عايز افكركم بس لو عجبكم التغطية بتاعتنا الى احداث الجزء التاني من الموسم الاخير ياريت تدعموا الحلقات باللايك تدعموا القناة بالاشتراك ويلا بينا نفسص حلقتنا ملهاش مقدمة بندخل في التتر بشكل مباشر والانا تعودت عليه في حلقات اتاك اون تايتن هو اننا لما بنخش في التتر بشكل مباشر يبقى فيه مصيبة حتحصل بنستقنف المعركة بتاعتنا من حيث توقفنا الصراع محتدم والسؤال واضح هيلحقوا يعملوا تواصل ولا لأ رمزية المكان بتاع السقوط واللقاء على الاقل في الحلقة داية ما كان لوش اي تأثير محاولة التعطيل الاولى من جاليارد ركزوا معايا علشان بناء مراحل التعطيل ده هو اللي عندي معايا مشكلة شيء مش صعب على ايرن تعطيله اصابة فادحة لجاليارد واثناء الاستعداد لتوجيه الضربة القاتلة بيتلقى ايرن ضربها بدوره تعطيل جديد للقدرات الحركية الدربة دي جاية من المدفع اللي فوق بيك مش من البندوقية المقاومة للعملقة اللي تقدمت في الحلقة اللي فاتت انا ولاي شايف ان حضراتكم المفروض يبقى لكم دور فعلا ناخد الفريم ده اولا ونقول من فريماتي المفضلة الترس طولاتي الابعاد المطور باستخدام المدفع اللي هو بيفجر العملقة ده جامد جدا ابعاد المعركة ما بين الجنود وما بين اعضاء فريق الكشفة والامور اللي زي دي حلوة جدا ومش واخدا لاهتمام الكافي لان الناس كلها مركزة في المعركة الكبرى دي من النقط اللي ما خدتش بالي منها في المشاهدة الاولى خالص عملية التخطيط او التكتك اللي بيتبعوا ابطالنا عشان يواجهوا الجنود يلينا عبارة عن خيارة تسبح في مية المخلل الحمد لله على السلام يا حج زاكي ايوة يا بو الزيك حصل ايوة يا معلمة لطيت فاجوة فريمات مش عايزة اقول عليها فاجوة كبيرة قوي بس ما شفناش ده وهو بيتقدم احنا فجأة لقناهم في الوضع المخلد ذكريات راينر اطلع بوركو على ذكريات راينر الحج زاكي لسه ما استسلمش الخطوة اللي بمنتهى الامان ما توقعتش انها ممكن تحصل وصول فالكو ووصول التحذير اهي دي نقطة مهمة جدا في ليه انا مش قادر اتفاهم الفلسفة بتاعت زيك او استوعبه كشخصية لها جانب جيد اه طبعا فلسفته لها معنى من منظور وهو ولكنه بيقدم على تصرفات لا يمكن وصفها الا بانها شريرة انا شايف ان ده مطلب منطقي جدا من كل خلونا نفتكر اللقطة داية لما بعد كده نشوف جابي عملت ايه ان كان فيه فرصة ان هي شخصيا تكون برا المشهد هو للامانة يعني خاط بعض التردد وللامانة برضو هو عنده تبريره تصميم الشخصيات وتاريخها يستحق الاحترام بكل تأكيد لقد جعر الوحش حقيقي متوقعتش ان دا ممكن يحصل لان الفوضى اللي حتنتج عنه نطاقها واسع جدا انا شخصيا مش قادر حتى بتدي افكر فيه لحظات ثقيلة فعلا ده في الاول والاخر طفل يعني المونتاج بيساعد في اننا نتذكر العواقب ومين اللي حيتحوله والامور دي كلها بس برضو النطاق خارج قدرتي على الاستيعاب عاوز اضم الفريم ده لفريماتي المفضلة من الحلقة حتى الرجل الكبارة ده يا خرابي انا نضم ده كمان لفريماتي المفضلة قرار جريء بكل تأكيد ولكن تحدي اضافي للحلقات لان لازم نفتكر قد ايه بقى فيه عملقة داخل الصور دلوقتي وقد ايه قدرتهم على التدمير والبطش والقتل لا سكلي بقى على كل الفريمات اللي فاتت ده فريمي المفضل من الحلقة وده قرار نهائي تفتكر يا برينس؟ وهو بيقول بقى ده قصده البندقيات ولا كانونز ده اللي هو مدفع يعني مثلا يعني العملاق السكران وحشتوني يا ولد الجزمة ايو ايو هو بغباءه بسحنته بمنظره العكر مش عارف هلو المفروض نبتدي نبدل المجهود عشان نعرف مين يبقى مين طبعا فلكو واللي حصل له احنا عارفينه بس البقيين يعني مش عايز ابدل المجهود في الموضوع ده خالص لا زعلان وزعلان جدا كمان فيه الام فيه ندم فيه حزن بس برضو يعني فلكو يهجم على راينر دي حد ينساها ويسيبها كده دي مصيبة هيجيب لكم صحة منين برضو راينر مش من الشخصيات اللي انا متفاهمها قوي بس تشكر الحلقات على انها بتقدم لحظات التردد قبل القرارات الصعبة ايرن بينفذ حركة مسارعة متطورة وبرضو قبل ما ياخد طريقه راينر بينفذ عرقلة جديدة خلونا نفتكر المبدأ بتاع العرقيل حاولوا كده تفتكروا احنا بقالنا قد ايه في موضوع ايرن وهو بيحاول يوصل لزيك وكمية العرقيل اللي تحطت في طريقه موما لكنين فلكو بيهدد حياة راينر نفسه وبيحط مقدمات لاحتمالية انه يحصل على العملاق المدرع ضربة جديدة بيتلقاها ابو الزيك والمرة دي في الافعيدل عملت ناطش محترم اوي بيك بصراحة الاستعداد لتوجيه الضربة القاتلة للايرن ولكن هيهات سلو ايه يا برينس هو في حد كان حطت امل عليك اصلا وحشتني والله زيك بينفذ نفس خطة بيك فلكو مستمر في العضعة ده راينر مش مصدق ان على ما يبدو دي نهاية زيك ما يبدو انه النهاية المأسوية للمخطط ولكن مفيش اي حد في الدنيا كان مقتنع بكده طبعا لو تعلمنا حاجة من The Shining هو ان اي حد في الدنيا يشوف اي طفلة في الدنيا وقفة في اي مكان في الدنيا من غير اهلاقة تضربها بالنار على طول راينر ولحظات التفكير الاخيرة في الاستسلام لمصيره واهداء العملاق المدرع لفلكو بما ان بناء على منظوره المهمة انتهت عملية العضعضة تكاد تؤتي ثمرها دخول جاليارد في الصورة اعترف منه بانه هو كمان انتهى بس هو عنده خطة المرادي معززا برغبة في الانتقام جملة وداعية جمدة وعلى ما يبدو لو ما ظهرتش اي مفاجآت اخرى ففلكو هو الجاليارد الجديد راينر يوجه غضبه لايرن في لحظة ونمالي يا لنبي متكاملة ايرن يمصمر راينر ويخلع هو اذا فمخطط ابو الزيك يبدو انه نجح محاولة جديدة من راينر لعرقلت تدخل بالسواريخ من فريق الكشاف بس جابي برينسيسا برضو واقفة مستنيها يدخل في نطاق البندقية هي ما بتحركهاش دي بقى فعلا البندقية المضادة للعملقة المفروض لانها الوحيدة اللي كانت موجودة في المشهد عندي مشكلة كتير يا جماعة حتى بمقيس المسلسل نفسه كتير بتفكرني بينا لما كنا اطفال ونبتدي نسرح بخيالنا في لحظات ملحمية ونبتدي نبالغ في العرقيل ونبالغ في المشاكل ونبالغ في الدراما اللي حنقابلها هل الموضوع كان متطلب ان احنا نشوف راقة ايرن وهي طايرة خصوصا وان السؤال المنطقي اللي بيجي معها هل فعلا هو مات يبقى ايه الايمة الحقيقية للحظة لو حاجة حتظهر في المستقبل حرجع واقول ان تحفظي كان في غير محله لكن في الوقت الحالي باللي انا عارفه دلوقتي ده كتير قوي وياكاد يكون كوميدي يعني الشاشة ديت بتفكرنا بالعملقة اللي تحولوا وانهم دلوقتي بيغطيعوا زيك وفقدوا الادراك الكامل برغبتهم الشخصية فاصل حلو الخلق الانتقال في المونتاج عودة للفلاشباك الخاص بالاتفاق هل الهدف من الفلاشباك ده كله هو التذكير بان ايرن كان موافق بالكامل على خطة زيك ولا الاشارة لللي ابوه عملوا مع العائلة الملكة ممكن يغير في مجريات اللي حصل في نهاية الحلقة في رمزية عابرة هنا جيدة جدا عن مقدمات اخلال ايرن باتفاقه مع زيك وممكن يكون تذكير عابرة بقدرات زيك على اللقف وهنا برضو فريم مهم جدا لامكانية ان زيك ادرك ان ايرن حيخل باتفاقه كويس انهم فاكرين عشان انا مش حنسة بس اعادة الربط بالشاشة بتاعت المعلومات بانهم كلهم بيخضعوا لارادة زيك ممكن يحط نهاية مبكرة خصوصا لو قدرات زيك انتقلت لحد تاني منتاج جميل جدا وتذكير سريع بموقف كل اللاعبين اللي معنا في الملعب انتي انتي منك لله انتي حضري امسك حضري لحظة التواصل انتقال الذكريات تاني مرة في نفس الحلقة ثيم مهمة بنقرب اكتر واكتر من التحفظ التاني اللي عندي في الحلقة تقديم لللي احنا متوقعينه ان ايرن هو المسيطر دي حاجة اتقدمت وترسخت وتشرحت هل الاشارة للوقت اللي عادة ده حاجة عابرة كده ولا لما نرجع للواقع بتاعنا هيبقى لها وزن هو مش متأكد مبنتعلمش ابدا مفيش فينا رجا بنت صغيرة وقفة في الفضاء الصرمادي اهيه ازاي ممكن يجي من وراء خير ده فاونداري مير باتك القرف ده وافرك الله يا معلم احنا كنا فاهمين كده برضو دي من الحاجات لما كنتش فاهم ابعادها قوي وازاي ممكن تكون تنفذت لما العيلة الملكة السابقة امرت بان كل الالديينز ينسوا ذكرياتهم بالكامل دلوقت يبنا ياخد صورة عندها ازاي ممكن يحصل النوايع الحقيقية لارن كما توقعنا وكما انتظرنا وكما كان منطقي جدا يعني هل هي اعظم بعت في التاريخ تعالوا نركز تاني كده في اللي زيك هيشرحه ده ايرن كان مجرد المفتاح سريعا كده بنغير اللي كلنا دخلنا الحلقة دي وحنا مصدقين عندي مشكلة يا جماعة مش ضد ان ده يحصل على الاطلاق بس لازم يكون له مقدمات لازم نرجع نمشير لحلقة معينة ونقول اه ده اللي قد من ده ممكن يحصل نفس الفكرة اللي بتكلم عنها دايما عن القواعد احنا في عالم خيالي احنا الحقيقة بنتحدى حدود تحدي حدود الخيال ماينفعش نبقى متواجدين هناك في غياب القواعد قدم قوانينك قول لنا ايه اللي ينفع وايه اللي ماينفعش قولوا بشكل مباشر قولوا بشكل غير مباشر خبيه في بعض الاحيان خليه كامن بس ماينفعش ارجع اشير للحظة زي دي وما لقلهاش اي مرجع هو لسبب ما قدر يخترق كل القواعد اللي كان تم تقدمها قبل كده ارجع واقول ده تحفظ بسجله في الوقت الحالي لو حصل في المستقبل حاجة تخليني اغير قناعاتي هعترف بدا او لو حد فكرني بان ده تم تقديم امكانية حدوثه ولو حتى بطريقة هادية جدا ولكن في الوقت الحالي انا ما يحضرنيش فليكسينج قاوي الواد اذا فزيك لن يتخلى عن ايرن وتنتهي بنا الاحداث عند هذه اللحظة الملحمية اللي انا بكل تأكيد مش قادر اتخيل ايه ممكن تكون عواقبها المرة دي لما شفتش البريفيو بتاعت الحلقة الجاية مش عارف عنوانها حتى عاوزة تفاجئ بس لو جينا نفكر في الحلقة دي في سياق الموسم فهي بكل تأكيد بتخلص لكل شيء ايجابي كان عجبني التحرك السريع التحول الحاد في مواقف بعض الشخصيات الوفرة الشديدة في اللحظات الملحمية عودة العمالقة ودي نقطة مهمة على فكرة التحفظات اللي عندي زي ما قلت ليها بدائل الاسهاب في المبالغات في صعوبة وصول ايرن لزيك كان ليها بدائل نخف بس موقف او كنين تحول مقاليد السيطرة اليد زي كان ليها بدائل اتمنى اطلع غلطان ويطلع كان فيه اشارة لده في مكان ما في الحلقات السابقة عشان كده باعتبرهم مطبين عدت عليهم وبعدين مكمل عادي مقدرش اقول ان جودة الاحداث بشكل عام تأثرت بس تقييمي للحلقة دي بشكل منفرد بكل تأكيد هيكون اقل من الحلقتين اللي فاتوا وهو بالتحديد 8 من 10 ده تقييمي ودي انطبعاتي وده رأيي الاهم منهم تقييمكم وانطبعاتكم ورأيكم ياريت تساهموا بيهم في الكومنز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة له وعجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات او البول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو انستجرام وبي بوي